لو كل شاب أو مبوعة شباب تكفل بحد من الناس المحتاجة في بلدهم مش هنخلي أي محتاج في مصر أهلاً موضع مع الكودينة جميلة موضع مع الكودينة جميلة جميلة الخير أننا تطوعنا أنا وزمعيلي في جماعية الماء كان هدفنا أننا نساعد المحتاج وبعد كده انتصلنا عنهم في سنتين كوننا فريق خاص بنفسنا الفريق دوات قدر أنه هو يساعد أكبر قادم من الناس في بدايتنا كانت 300 وقتا كان حيما أننا نعمل 300 وقت بس بعد كده مع الوقت أنت تطور أنه يصل الألف و ألف و ماس وقت بيومين بنوصل لأسرق و مرضى وسنين بتعاد 300 ألف جنيه وبنوفر مشاريع لناس بحيس إنها رأس الملك الشميع منها وكمان عم هنا أو بدخو بيلت وقع على ناس من بنيها في أسوف بنعملها دي حاجات سترة جداً بنعملها طول السنة احنا مشغلين طول السنة مش مقاصب بس على موضوع الاطعم لا احنا نشغلين بنسد الغريمين وبنساعد أخبار عادة من نسل المريضة جداً ومبسوطة جداً برد فيها لهم لأنهم مرحانين مبسوطين من الحاجة جايهم على أكمل واجه خيارة كتير جداً جداً حوالينا يساعدوني ما فيش مصدر تمويل المعين نعمش يزاي ان انا بحاول ان انا اقدر اوقف ووفق بيني الحاكتين مع بعض يعني ليه؟ ولازم اقدر اوقف الحاكتين مع بعض يعني فعش ان انا اشتغل عمل طويل وانا امسى وظيفتي الأساسية وكان واحد أثر كان انت أثر ما؟ اكتر حاجات تأثر فيها المريض واكتر حاجات تأثر اكتر اكتر ان الناس العاقصة اللي كانت حياتها خويسة جداً وبعد كده الحال اتقلب بيها دي ما بتقدرش انها توصل لحاجة ان هو اقدر يسعادنا دي بكون قافة عن نفسها وممكن انت كله امتعيش محدش يقدر يوصل لهم محدش يتوقع ان هو محتاجين فعلاً لو كل شاب او منوع شباب تكفل بحد من الناس اللي محتاجة في بلدهم مش هنخلي اي محتاج في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة